لعبت المرأة السعودية دورا هما في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشاركتها الفعالة في العديد من القطاعات حيث برز دورها داخل وخارج المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 لطالما كانت المرأة السعودية محل ثقة وتقدير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حيث استطاعت المرأة في المملكة الشقيقة أن تثبت نفسها من خلال مجابهة التحديات في كافة المجالات ما أعطاها الدفع لتحقيق النجاحات المتتالية من خلال قيامها بدورها المهم والفعال في دفع عجلة التنمية والمساهمة بإيجابية في تحقيق الرقي والازدهار بما يعود بالنفع العام على جميع أفراد المجتمع قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة فتحت المجال والآفاق للمرأة للتحليق وتحقيق طموحاتها ضمن خطط مدروسة تتناسب وتتماشى مع رؤية المملكة عشر ثلاثون بدعم حكومي ومساندة مجتمعية مكنت المرأة من النجاح في مجال الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال والطب وغيرها من المجالات الهامة والأساسية المرأة السعودية تقلدت العديد من المناصب وأصبحت عضوة في مجالس الشورى والمناطق وتولت مناصب دبلوماسية ومثلت المملكة الشقيقة في المناسبات العالمية ما أثبت جدارتها وأكد أهمية تمكين المرأة لخلق مجتمع أكثر حيوية وفق الثوابط الراسخة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين